اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدين في كل مكان نشوف بقى جماعة محصول الامح طبعا ده خير بلدنا فعلا ربنا يبارك رب وربنا يرزق الجميع خير ويرزق المزارعين خير وربنا يبارك في خير بلدنا فعلا هنشوف طبعا يعني موعد الزراعة يعني الناس كلها عارفة ولكن توضيح برضو الناس اللي ممكن طبعا ما تعرفش وهنشوف موعد الحصاد ان شاء الله هنشوف انتاج الفدان بيجيب كاما اردب وهنشوف وزن الاردب كام كيلو وهنشوف الاسعار باذن الله وطبعا هنشوف يعني هل الالات الزراعية الحديثة افضل في الحصاد ولا الحصاد بالطرق اليدوي متابعينا على اليوتيوب ما تستاشتعم لايك الفيديو واشترك في القناة علشان نصل الكل جديد بنقول الكلام ده طبعا لاي متابع جديد متابعينا معاودين ان ما بيعملوا لايك الفيديو بشكركم جدا بداة كده يعني زي ما انت شايف ده طريقة الحصاد ده جماعة يدوي تمام عمال طبعا شغالين بالمحش او بالمنجل حسب المكان اللي انت موجود فيه فطبعا بتجيب على الارض زي ما انت شايف الارض نظيفة ما شاء الله وزي ما انت شايف يعني السطر يعني مرسوم رسمي ما شاء الله حاجة بسم الله ما شاء الله طيب يعني الحصاد اليدوي افضل من الالات الزراعية اللي بتحصل تمام تمام طيب بالنسبة لموعد الزراع بيتم طبعا زراعة الامحة جماعة يعني في شهر 11 في شهر من نص 11 كده لحد 12 او 10 اتناشر لو ما كان بطاطس بيتم الحصاد طبعا في شهر اربعة في الايام اللي احنا فيها ده تمام طبعا الامح بخلاف الكمون وخلاف الحمص وخلاف الينسون والكلام ده كله الامح بيشرب عادي بياخد رياته المعتادة تمام يعني بعد التخدير اول ما يطلع ان شاء الله يتم الري بعدها كل ما يحتاج مية مية طبعا بيشرب طيب انتاج الفدانة جماعة يعني عندنا هنا زي ما انت شايف هوريك الامح دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني حاجة شايفين السبلة ما شاء الله شايفين السبلة يا جماعة دي يعني بسم الله ما شاء الله يعني زرع يعتبر حاجة نظيفة جدا اعلى جودة يعتبر بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة يعني فطبعا يا جماعة يعني عندنا هنا بيخش يعني من 24 اردب للفدان انتاج الفدان بيجيب من 24 اردب لحد يعني بعض من زرعين قاله بيجيب 26 و 27 اردب حسب الزراعة يا جماعة يعني زي ما انت شايف المحصول اي نعم في بعض الزراع الاخرى بتجيب يعني 20 بتجيب 19 حسب المكان ده بالنسبة لانتاج الفدان طيب وزن الارداب 150 كيلو وزن الارداب 150 كيلو طبعا في الشوني التاجر لما بيشتري منك طبعا بياخده 152 أو 153 بحيث ان هو يورده 150 علشان طبعا يلاجي لجم تعيشه طيب سعر يا جماعة يعني السنة دي بعض المزارعين قالوا سعره 2000 جنيه للارداب سعر الامح 2000 جنيه للاردابة جماعة طيب الدريس طبعا بعد ما بيتحصد بالشكل اللي انت شايفه ده على حسب الجش لو كان اغدر او ناشف يعني الجش ده ناشف كله ما شاء الله زي ما انت شايف يعني ممكن يقعد اسبوع 8 يام ويتم تربيطه هنوريك التربيط دلوقتي بتاع الامح وبعد التربيطة جماعة بيقعد حوالي 3 يام وبيتم الدريس ساعة الدريسة جماعة للجرار يعني فيه ناس يعني قالت من 250 و 270 لحد 300 جنيه لساعة الدريس للجرار للجرار يا جماعة الفدان بيخش في 4 ساعات دريس تقريبا الفدان بياخد 4 ساعات دريس التبني طبعا بتاع الامح ان شاء الله بقى نعرض لك اسعاره باذن الله نشوف الفدان بكم فلو حاب تسأل على اي حاجة برضو تفضل اكتب في التعلاد زي ما انت شايف الامح متسطر باسم الله ما شاء الله وحاجة نظيفة جدا جدا ربنا يبارك يا رب في خير بلدنا ده بيعود علينا احنا بالخير يا جماعة ده بيعود علينا احنا بالخير كنا عملنا لقاء طبعا مع احد العمال اللي كانوا شغالين ولا طبعا في ناس يعني بتغضي الامح طبعا بتخزنه وفي اللي بيطحنه طبعا للمواشي واللي بيأكله للحمام وما عرفش ايه فده كله غلطة جماعة يعني لا تخزن امح ولا طبعا تطحنه للمواشي ولا ترميل الحمام لان ده بيعود علينا احنا ده بيعود على بلدنا وعلى كل مواطن بيعود علينا احنا بالخير يا جماعة فدرست ودي امحك للتاجر علشان يوديه الصوامع او الشواني بحيث ان يكون مغزون بلدنا وعم علينا احنا طبعا بالخير بشكركم جدا على متابعتكم الفيديو هنشوف طبعا طريقة تربيط الامحة دلوقتي فتابع معايا ان شاء الله الفيديو ده الامحة طبعا يا جماعة بعد ما ترمي طيب الفرق طبعا ما بين الحصادات وما بين العامل زي ما انت شايف الارض نظيفة مفاش طبعا يعني حاجة قاعدة في الارض والارض ملمومة فده محصولك يعني خير ليك وخير لبلدك فلازم طبعا نحافظ عليه لازم نحافظ عليه ولازم نكتر طبعا من زراعة الامحة جماعة لان طبعا الكمون مزروح كتير السنادي والينسون فاحنا لازم نهتم بمحصول الامح لان ده هو اللي بيعود علينا احنا ان شاء الله هنطلع لك فيديوهات عن داريس الامح يعني يبقى في فيديوهات تفصيلية اكتر باذن الله نعمل لقات مع المزارعين وهنسيب لك طبعا في شاشة النهاية هنا فيديوهات لزراعة الانسون والكمون والمحاصيل الزراعية كلها والفول الصوية ان شاء الله فتابعونا علشان يصلكم كل جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا الفيديوهات القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة